تحركت لجنة تنظيم شان الجزائر 2022 سريعاً لقطع الطريق على مساعي رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع لإفساد حفل افتتاح المنافسة القارية التي ستحتضنها الجزائر بداية من الشهر الحالي وأكد رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم شان الجزائر 2022 حضور رئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم جياني إنفانتينو حفل الافتتاح ما يعد ضربة موجعة لمخططات فوزي لقجع الهادفة لإفساد مشهد افتتاح العرس الإفريقي وأضاف رشيد أوكالي في تصريحاته لأمواج الإذاعة الوطنية صبيحة الجمعة أن الحضور الكروية الرفيعة لحفل افتتاح الشان يوم الثالث عشر من يناير 2022 لن يقتصر فقط على رئيس الفيفا كاشفاً حضور رئيس الكاف أيضاً وبتأكيد أوكالي حضور إنفانتينو ومعه متسيبي حفل افتتاح شان الجزائر يكون قد تم قطع الطريق على المغربي لقجع الذي خطط لإجراء مراسم سحب قرعة كأس العالم للأندية بالمغرب يوم الثالث عشر من يناير 2022 والتي من المفروض أن يحضرها رئيس الفيفا